الموعد والاقتصادي المسائي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية وصلت أسعار النفط تراجعها في تعاملات الأربعاء بعد تقديرات أشارت إلى تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة مع ترقب صدور محظر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي وانخفضت العقود الآجلة لخام براند تسليم شهر أكتوبر عند 84.67 سنة كما تراجعت العقود الخام الأمريكي تسليم شهر سبتمبر عند 80.80 سنة ارتفع سعر البنزين في الولايات المتحدة لأعلى مستوياته خلال عام بفعل زيادة الطلب وتعطل عدد من محطة التكرير فضلا عن تقلص المخزونات الأمريكية دون المتوسط الموسمي للأعوام الخمسة الماضية وكشفت بيانات اتحاد السيارات الأمريكية اليوم عن ارتفاع متوسط سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 7% إلى 3.86 دولارا للجالون مقارنة بما كان عليها قبل شهر بينما تجاوز سعر البنزين في ولايتي كاليفورنيا وواشنطن مستوى 5 دولارات للجالون قال وزير الأشغال العام والنقل اللبناني علي حمية إن بخرة تنقيب عن النفط والغاز وصلت إلى منطقة الامتياز رقم 9 اليوم الأربعاء لبدء أنشطة التنقيب يأتي هذا في عقب إبرامي اتفاقية مهمة بوساطة أمريكية العام الماضي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني من جهته قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض إن المسح البيئي تنقي وثلاثي الأبعاد أظهر وجود حقول محتملة بحجم 4 تريليون قدم مكعب من الغاز والنفط في ثلاثة نقاط وبالتالي يعد حجمها متوسط وهو مفيد للبنان وضيفا أن الحفرة سيبدأ في غضون شهرين أو ثلاثة فندت الصين موصفته بالإدعاءات الغربية التي تشكك في تعافي ثاني أكبر اقتصادات العالم وقال المتحدث باسم الخارجية الصيني وانغوين بين في تصريح صحفي إن الاقتصاد الصيني يتعافى ويتحسن بشكل عام بعد أزمة كوفي 19 منويها إلى أنه يظل محركا مهما للنمو الاقتصادي العالمي المسؤول الصيني أكد اتخاذ بكين تدابير استباقية مكنت من تحقيق نتائج بلموسة ترجعت العقود الآجلة للذرة في شيكاغو اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020 مع استمرار انخفاض الأسعار بفعل توقعات الانتاج الوفير في الولايات المتحدة وانخفض القمح لرابع جلسة على توالي إذ نزل إلى 1% إلى أقل مستوياته في شهرين ونصف الشهر في حين استقر فولسويا وهبط عقد الآجلة الأكثر نشاطا في مجلس الشيكاغو للتجارة بصفة فاصلة بصفة كبيرة إلى 4.74 دولار لكل واحد بوشل والبوشل هي واحدة بريطانية لكل واحد بوشل 27 كيلوغرام من الحبوب ختم الموعد الاقتصادي المسائي يمكنكم متابعتنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة